النهاردة امام عشور بيفرحنا بيبسطنا بيسعدنا خمس دقائق بس مباراة فريقه اما فيبورج فريق متلاند واداء مميز جدا لامام عشور مباراة اولى في الدوري الاوروبي بيسجل فيها هدف امام الكبير سبورتين لشبونا والنهاردة بيسجل في اولى مبارياته في الدوري الدنماركي اول مباراتين لامام عشور في تجربته الاوروبية الاولى تجربته الاحترافية الاولى بيسجل هدفين في اول مباراتين حلو حلو الكلام حلو الكلام وحاجة تفرح وحاجة تسعد وحاجة تدينا أمل كبير جدا إنه يبقى لنا اسم كبير مصري آخر في الدوريات الأوروبية إحنا طموحنا مع إمام عشور مالوش حدود أكيد مش تموح يتوقف عند الدورة الدنماركي أكيد لخطوات أهم وأكبر في المستقبل فرحانين بإمام عشور طبعا السعداء بإمام عشور طبعا السورة العظيمة دي النهاردة احتفاله زي احتفال محمد صلاح يخلينا نقول ليه ما يكونش عندنا محمد صلاح تاني في أوروبا بس دي ليها شروط وليها متطلبات وليها تعب واكتهاد وشغل كتير ليها تأقلم وليها لغة وليها تفاصيل كثيرة عملها محمد صلاح عشان يوصل يبقى موجود مع ليفربول بيحقق أرقام كراسية كبيرة ونقول يا رب يبقى فيه محمد صلاح تاني وتالت ورابع ليه إمام عشور ما يبقاش محمد صلاح مفيش حاجة تمنى هو بس اللي بإيده يعمل كل ده إمكانيات فنية وفردية رائعة جدا إمام عشور من لعبة الوسط الكبار اللي عندهم إمكانيات كبيرة في العالم هتقول لي إمام عشور من لعبة الكبار في العالم هقولك على مستوى الإمكانيات أ على مستوى الإمكانيات الفردية أ محتاج شوية تفاصيل بسيطة إيه هي سبات في المستوى أداء بدني أكبر شوية وأفضل تركيز في الملعب وخارج الملعب إنه يبقى كمنتالتي فكيف المنتالتي ديت لما قالها محمد صلاح قبل كده والناس هجمته وانتقضيته لما قال المنتالتي بس نقص شوية عند اللعبة المصري وهجوم قاسي على محمد صلاح هي بالزبط كده هي بس العقلية يعني لو أداءه بيتطور أداءه البدني بيتطور أمتكلم عن أداء الفني والبدني ده شيء رائع بس كمان العقلية لابد أن تتطور في نفس السياق يعني ممكن تبقى لعيب عظيم جدا أنا مش عايزة أدي أمثلة سيئة أو أمثلة أحبطتنا أمثلة مصرية أحبطتنا في أوروبا وعايزة أقولي الأمثلة العظيمة اللي شرفتنا في أوروبا محمد صلاح وقبله ميدو وقبله هاني رمزي وإحمد حسن وعبدالسطار صبري ودلوقتي ترزيجيه وعمر مرموش في أسماء حلوة موجودة هي يمشي بقى وراء الأسماء دي ويشتغل لو سألت أي حد وده وده أو دي الإجابة اللي عند الناس كلها يقولك إيه إمام عشور لا لعب كبير لعب رائع بس الواحد الآن الآن متخوف إمام في بداياته كان له حاجات كده خارجة عن المألوف تحسنت كثيرا في الشهور أو المواسم الأخيرة مع نادي الزباية تحسنت عايزونه في أوروبا تتحسن بنسبة 100% عنده مهمة شاق أنا بس بقولك كلمتين دول نهارده الواحد فرحان بإمام عشور بس شاف تجارب شبه إمام عشور في الانطلاقة بتبقى عظيمة وفجأة يختفي فإمام القصة عنده عنده عشانه هو إنه يعمل تاريخ لنفسه في الدوريات الأوروبية وعشان نحن كمان نحن نفخر ونفرح بلاعب مصري مكسر الدنيا في الدوريات الأوروبية النهارده إمام عشور فرح كل الجماهير المصرية خد بالك لما لعب مصري بيطلع في أوروبا ما بتلاقيش بقى إيه أصداده مشجع زمالكيه وبيحب إمام عشان بلعب في الزمالك ولا مشجع غز المحلة بيحب إمام عشور عشان بيشجع غز المحلة لا هتلاقي كل الجماهير كرة القدم المصرية بتحبه ليه بقى بتحبه؟ عشان هو بيشرف الكرة المصرية الناس بتقول اسم مصر بسبب اللعب اللي بيشرف الكرة المصرية ده والأهم في كل ده إنه هيفيدنك لمنتخم مصر عشان إحنا كمنتخم مصر المعاناة اللي إحنا بنعيشها دايما قدام المنتخبات الأفريقية الكبيرة أو المنتخبات العالمية إنه بقاش عندها نفس الكواليتي بتاعهم نفس جودة اللعبين بتاعتهم ليه؟ عشان لعبتهم بيلعبوا في أوروبا وإحنا ما عندناش يعني اتنين تلاتة اربعة بالكتير بنوع نفرح بيهم طول حياتنا لا عايزيني بعدنا خمسة وستة وعشرة وحداشر وعشرين ومية ومية يا جماعة منتخبات زي المنتخبات السنغال والكاميرون وغانا وحتى الجزائر والمغرب مدربينهم لما بيجوا يختاروا لعيبة لقوام المنتخب بيختاروا من مية ومية وخمسين لعب موجودين في أوروبا إحنا بسم الله الرحمن الرحيم مدرب المنتخب بيقول لي احنا عندنا كم واحد في أوروبا يا جماعة نقول له تلاتة اربعة كويسين هاتهم مبدأين كده ونبدأ نختار من الدور المصري ما بيفكرش كمان التلاتة اللي اربعة دول مستوام كويس في أوروبا ولا بيدعبوا أسسيين ولا لا بيشاركوا ولا ما بيشاركوا وش لا هاتهم يعني مجرد لهم موجودين في أوروبا أصلا ده هيفيد المنتخب هاتهم وخلاص عكس المنتخبات التانية بتتشرط بقى وتشوف والرجل المداري بيحط رجل على رجل ويقول له لا أصلا لعب معدل مشاركاته مع فريقه سبعين ديئة في المباراة الوحدة فمش هينفعني أنا عايز لعب بيشارك تسعين ديئة بالمناسبة دي أرقام إمام عشور النهاردة في مباراة فايبورج الدنماركي لعب خمسة واربعين ديئة لعب الشوت الأول سجل هدف لمس الكرة 19 مرة تمراته صحيحة 8 من 10 تدخلاته الدفاعية 5 مرات صحيحة أرقام مميزة في خمسة واربعين ديئة طيب